السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي هذا النهار ان شاء الله سنقدم لكم حلقة كيفية جمع الفضلات أعزاكم الله للأراني طريقة ذكية والخيصة أول حاجة المربين يقومون بطريقة الزنكة يقومون بطريقة الزنكة وهذه الزنكة تكون إما موجة إما فيها تعرجات المهم او ما كيلقوش الميل مزيان أو تكون الكارج كبير المهم قاعد المشاكل كاملين دي المربين دي الأرانيب تكونوا عدبا دين عندهم هاد المشاكل هاد المشكيل هادا ديال كيفية يعني كيفاش غادي نجمعوا هادك ديال الأزبال والفضلات ديال الأرانيب بوحد طريقة ذكية وسهلة الطريقة هي كالتالي هي الميكا هاي هادية الميكا لدي القلاصيكة ديالها ماشي ماشي زنكة وإنما راها ميكا كنتم ميلدتم ما كتشوفوا معايا ها هي راها ميكا هادي ميكا بلاسيك هادي كتدير عشرة درهم الميترا كاري هادي كاملة طي حاليا أنا بعشرين درهم عشرين درهم أنا أروريكم الطريقة كيفاش تتعني تركبوها آآ أولا انتم ما كتشوفوا طرق لالفضلات مجموعة هاد شي رادي ديال يومين انا ما مخدته هادي يومين ها ما تجمع عندهم هنايا كينين عندي جوج ربع ستا كينين ستا ديال ديال الأرانيب ها ما تجمع هذه الفضلات ديالهم راهم كبارين تبارك الله ها ما تجمع عندهم هاد الفضلات كما تشوفوا بواحد طريقة زوينة سهلة ذكية أنتم. طريقة كيف اشتركبوها وهي خصكم لابونت يعني خص الميل. كما تشوفوا من هي رها يعني أربطها من ومن. واحدة أنا هي هي كتهود وأنا هي كنلصقها في الجوانب كما تشوفوا هكا كنلصقها في الجوانب. ولكن خليت هنا هي هاد الميكا مهودة بزاف هكا يعني من هي مجموعة مجموعة مع الكاش مهبوطة مع الكاش ومن هنا هي محدها وهي كتجي وهي كتخليها كتميل. باش هديك الفضالات من تكبع عليهم الما من الجهة الأخرى. نيشان غادي يمشي وقديروا واحد طاس بسيط هامتم. بس من اليومين اليومين كتهزوه وكترميوه. صافي هذا هو الأساس هنتم كنما كتشوفوا. انتم ما قاعم جروا لكم طاس. ها هو الميكا لهم جموع. ها هو واحد طريقة زوينة. والميكا ما كتتوسخش. هادي رادة بمسخة ولكن هنا غادي نكبع عليها الماء من الجهة الأخرى. صافي ودكشي كله غادي جيهود. هادي يتيح فالطاس. وهالطاس قد تخلصوا منه. انا انا شوف راني طاس عادي او بانيو او اللي كان. انتم ما كتشوفوا. انتم ما. يجب عليهم. اعزكم الله. يبقى بجموع بواحد طريقة. الناس اللي كيبغوا يستغلوا الفضالات. انتم ما كانت تقربوا. انتم ما. كما كان دلتكم واحد الحلقة على حسب الفضالات. كيبغوا يخدموه كسامات. يجفوا بواحد طريقة. يعني يشدوا هاد الفضالات هذي. ويديروا واحد الحفرة مثلا. ويكبوا فيها هاد الفضالات. ويديروا واحد صفايا من الفوق. ويبقى كيتجمع الماء كيهول للسحت. وهاد الفضالات كيتجمع. وفالاخر كيديروا في خنيشات. ويديروا كيستغلوه كسامات. الناس اللي ما عندهمش هاد طريقة هذي. وبغوا غير يتخلصوا منه. يديروا في واحد الخنيشات. ومرة إلا كان عندكم سطح تقدر تربيه من سطح إلا كان عندكم الأرضي يعني تخلصوا منه بوحد طريقة هني نقية وآنيقة انتم ممكن تشوفوا غيميكا بعشرين درهم كيلي كيدير زنكا وباليك الوسخ يتجمع فيها وما كيبغيش يتحيد هذه اللي هذي كينا قادية واحدة اللي بغيت نزيدها أن ميكا تكبول ما من جهة الأخرى يتقى الميكا تتماريز هندت لها واحد جليجة هنايا هنطم كيما كتلاحظوا معايا دراج جليجة يعني غيت تقالة تقالة باش تبقى الميكا ديما مهودة لتحت ما تقاش تمائل مع البرد ولا هذي تبقى تمائل وقت ترميك ديك الفاضلات في الأرض إني انتم ما تشوفوا الطريقة هي أهم حاجة وهي من تكون ركبة خاصة تكون من الجهة الأخرى تكون مربوطة من الفوق هنطم كيما كتشوفوا وما حد داوية كتجي كتهود وكتهود الواحد الجيهة مائلة يعني كتديروا لها الميل كيما كيقولوا البنايا كيبقوا يخدموا شي زليج والأرضية ولا كيقول لك يعني كتال نوع الحار كيخدموا له يعني الميل انتم ما رضوا بلكم ما شي تديروا الميكا لاصقة في واحد الجيهة وفي لاصقة في واحد الجيهة وتقوا حاصلين كيفاش غادي هذيك شيء كيفاش غادي يخرج وتقوا تشطبو بشطابة لا هذي شيء كيبقى ما يلكب هالطريقة وكتكبو عليه غيل الماء من الجيهة الأخرى استطل ديال الماء ولا طاصة ديال الماء وذك شيء كيجي مهاود وكيطح فالأخر استطل أو البانيو اللي انتم ما دينينوا ديني لعجبكم الفيديو شاركوا معنا اللي بازل ما شاركي شارك معنا ومرحبا بتعليقاتكم طيبة وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة ودعمونا في زر جم للقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله شكرا